في فلسطين المحتلة يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة تصعيد الأخير والمتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كان أخرها استشهاد الشابين فلسطينيين برصاص الاحتلال السهيوني خلال اقتحامه أمس لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحة بظفة الغربية ومدينة القدس المحتلة هذا فيما يواصل الاحتلال إجراءته العسكرية على محيط الأهوار الشمالية وحاجز الحمراء لليوم الثامن عشر على التوالي